مرحبا بكم يا أحلى ناس معي دكتور سيف جنان رح نتكلم عن موضوع مهم جداً ألا وهو وجبة الإفطار أو الريوق يا ناس يا عالم الكل ما مهتم كثير بهذه الوجبة وهاملها يعني أوصل للدوام تريق بالعشرة تريق أو أصلاً أشرب لي فنجان قهوة أو استكان شاي وجقارة ومع الأسف دائماً الحكمة تقول يعني تريق ريوق الملوك وغدأ الوزراء وعشاء الفؤراء احنا صار بالعكس بالليالي نجوع كينتاكيا بيتزو وتشريب وتريد والصبح جبنايا بس دكتور ما أكل الصبح جبنايا القدو دا قرصة خبز بس زين كرشك اللي عبر هذا الميز ونازل اللي جوه اجده يسوي ننجي للريوق الريوق الناس محتارة بيش تريق وحنا كمجتمعات عربية نتريق نوعاً ما خطأ نحب الأجبان ونحب الألبان على عين وراسي ما عندي خطأ ما عندي مشكلة لكن الأجبان والألبان يوم واحد فقط بالأسبوع مو أكثر أكو شيء اسمه بيض البيض البيض اللي هو البروتين الكامل طيب البيض مو تقليه عينتين بزيت وتاكل وياه خبز بيض وشاي بشكر لا تتريق أحسن راح نطيق اليوم بعض أنواع الريوق الصحي الجيد المفيد والمغذي والطيب مع وصفة جديدة لأول مرة أنه ممكن أن واحد يطرح وجبة صحية طيبة وريوق صحي طيب ومغذي جاهزين وياهي طبعاً أنا جعل بالمناسبة هذا هو ريوقي يعني معظم الأيام راح نبدي بوجبتنا لهذا اليوم بيضة مسلوقة أوكي قعدت الصبح ما بيك حيل تقليوا هاي الأمور فممكن نستخدم نسلوء بيضة ونحضرها راكزوا يا يزين راح أعلمكم اليوم طريق أتعامل كنتاكي البيض الكل يستغرب كنتاكي بيض أحنا نسمعين كنتاكي أصابع دجاج مسحب صدر دجاج أجنحة أوكي كنتاكي البيض طبعاً هاي بالوجبة صحية مليار بالمية معادن وفيتامينات وغيرها نجي على البيض أوكي أتقسم البيض حلقها تمام؟ كلام جميل؟ كلام عسل؟ كل يشترى لطيفة جاي قزقصنا البيضة بالمناسبة الصفار مو متاكلة مو متاكلة حبيبي ما لك علاقة بالكوليسوريات خاف مفيد جداً وصحي جداً أنه الدخلة إلى أستاذنا الدراسات الحديثة مقامة تربط صفار البيض بالكوليسترول المهم بروتينات كافية أوميغا أوميغا ثري بأنواعه بروتين متكامل رهيب رهيب من الصبح تاكلها طاق أنا شاء وظيفة دراسة متحان لتروح متحان وأنت ممت رأي أوكي الناس غصنا البيضة المسلوب يتجيبون شيء اسمه الشوفان كثير ناس ما تعرف ما هو الشوفان الشوفان يوصف لأمراض الكآبة الشوفان يأخذوه أبو كمال الأجسام الشوفان بروتين غير عادي ومفيد جداً وغني بالفيتامينات والمعادن نرش شوية بس شوفان أوكي سيقولون أه ترجع سوي المثل خيلونش قد طيبة طبعاً الشوفان يسووا شوربات ويسووا أشياءات مختلفة هذا الشوفان كملنا إذن صار قدنا بروتين بكل أنواعها وأوميغا ثري وبعض المعادن والفيتامينات جاهزين طيب أس هذا الشيابس شي تحس يعني شوية صلب أكو شي اسمه أعشاب الله خلق شي عظيم جداً هذه الأعشاب ثقه هي أدوية لكن مو هالأعشاب يحطو لك يا أخب كابسول للتنحيف لإطالة الخشم لتكبير الصرة أو معرف منه مو هاي الأمور الأعشاب يجب أن يكون شخص مختص حتى يصنع عشب دوائي واللي يكون أخطر من الدواء لكن الأعشاب الاعتيادية تشتريها ترشها أنت على الطعام اللي وضعها الله بشكل سهل جداً وموجود جداً أنه نتناوله أكو كثير أنواع من الأعشاب ممكن تستخدمها لكن المتوفرة في بيئتنا والمفيدة جداً راح نبدي مثلاً الزعتر البري الزعتر البري باعه من كم الفوائد اللي بيه مستحيل أنه أقدر أحفظها يعني الزعتر البري بيه معادن وفيتامينات غير عادية الزعتر البري يستخدم لربو في مشاكل أصابات الهوائية لأمراض المغسط المفاصل لعلاج الإسهال حتى للتبول الليلي للأطفال مدر البول مطهر مضاد للديدان الفطريات اللي مفيد للجهاز الهضم منشط للدورة الدموية خيال تاكلها أتى الصبح شقد مفيد إذا تمضغى يعني بديل الهيل أيضاً يقضي على رائحة الفم الكريهة وكم كبير من الفوائد اللي موجودة الزعتر مع الأسف إحنا من نستخدمه كثير تلاحظون اللبنانيين والسوريين يترايقون زعتر وجبنة زعتر لبنة الزعتر مفيد جداً للأمانة لو وضعنا الزعتر مع زيت الزيتون يعني اضع زعتر وضع زيت زيتون وخبز الشعير وجربها على مسؤولية دكتور سيف اخذ جيب صحن اضع بي زعتر بري مو زعتر عادي مو هذا الزعتر أبو السمسم المحمص لا قل لي لأطار زعتر بري وضع عليه زيت زيتون خوش كلام هاسا خلش وجربها ليش دايش تم سوي هوسة هرا حط هاسا اوفي وحط عليها زيت زيت تك 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 لا 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 بس بأ الرائحة هذا شوية وجربها بخبز الشعير إذا ما دعيتلي أنا معتب المهم نرجع على البيض مالتني ستني أن لا بيك هزعتر لهاي من الصبح تاخذ حفنة بسيطة من الزعتر البري وترش هواين على الكنتاكي ما البيض المسلوب واحد اثنين رح ناخذ كثير انواعك وعشاب مثلا هذا اكليل الجبل الروزميري الروزميري جدا مفيد وكثير معروفة فوائده والناس كثير تستخدم اكليل الجبل ايضا رشة بسيطة وفيها على الرف طيب رح نيجي على شي رح يعجبكم اسمه بذور الكتان ممكن تخليها وممكن ما تخليها بمناسبة ممكن تكتفي بس زعتر ممكن تحط بس الأوريغانو اللي يسرها حطها ممكن تحط بس كلي الجبل ممكن ما تحط شي انت حسب ذوقك جرب يومية شي الى ان تكتشف شي معين انا احب كلش بذور الكتان بذور الكتان بيها فوائد عظيمة جدا كل من تبحث عن الرشاقة عليها ببذور الكتان اكتشفوا لها فائدة كبيرة في حرق الدهون وفي انزال الوزن مو تروحين الطحنيها والشربيها لحظة لحظة ما يصر بكميات كبيرة لان ممكن يكون لها تأثيرات جانبية بكميات معتدلة نتناول بذور الكتان بذور الكتان الفوائد الكبيرة لأمانة لو اشرح لكم هسا على الكم الاينة الغذائية الموجودة بهاي الاشياء الامامي يعني رح نشكر الله مننا الى نهاية حياتنا على الكم الفائدة اللي بيه افضل من قرصة خبز بيضة و جبناية مستوردة و شاي اسود كلها عديمة الفائدة و ده ندخل ربش الى اتسادنا باعوا بذور الكتان جاهزين شمروا عن سواعدكم تزيل الدهون تسد الشهية تمنع الجلطات في الأوردة محاربة للأورام مؤوية للنظر معالجة لتأروحات الجلد والأكزمة وتعطي نظارة وجمال عجبتهم البنات كلهم جابوا و اشتروا و ذور كتان و ذور كتان و معادن و ألياف و غيره و الغائمة كلش طويلة و فيتامين اي و ما شاكل أوكي ليسحلوا حطينا هاي الأمور انا عادة احب اضيف شوية اوريغانو نكلة قوية يضيفوها على البيتزا عجيب طيب كملت الخلطة بمناسبة يقول صعبة و ما بي حيل و من الصبح انا سداء اطول بالحشي الصبح بس يشين انت مطفي حطهم و حط الزيت اصلا اسهل من تقلال بعدين اكو طريقتين هسا ريضي نلينها لينها يابسة اكو طريقتين تلينها يأما تستخدم مليان يستخدموا شخصين اللي هو زيت اللوز مرح أبيني العلامة حتى لصر دعاية مدافعينا فلوس زيت اللوز زيت اللوز الحلو اللي معادل الطعام مو ها بريد حطيه على شعر يش بالليان من تنامين لا زيت اللوز الحلو او زيت الزيتون اثنين هم عظيمين فائدة و اثنين هم رائعين امو رائعين و ممكن تستخدميهم كليهما مع بعض تمتر الامرام واو واو لا 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 جريمة جريمة في الصحة هسا نسوي احنا مم يمكن بس عنا يتغزى بالأكل الصحي بالحياة المهم نرشي على المنضوعين اثنين نخبطها مفبوط اوكي طبعا انتهى حلقي انا بس ثقه هسا هاي اول لقمه بيض مسلوق بالشوفان و زيت اللوز و قد تلاحظون الفوائد زيت الزيتون محشت على فوائده زيت اللوز اللي يستخدم للشعر زيت اللوز لتكيس المباير زيت اللوز لنقاء البشرة و صفاء البشرة و بياض البشرة و جمالة و تقوية الشعر زيت اللوز اللي اللي كل يعرف فوائده زيت زيتون و الشوفان و غيرها يعني امو يقولون بوانا بيتيت بفرنسي و ضوقوا هسا هذي هم جربوها هسا باشرش خسرين انتو هذي باكلتوها قبل امتحان وظيفة مقابلة عمل تصوير شيء غنية بالمعادن والفيتامينات والأوميغا ثري والزيوت و كل شيء مفيد من شعرك من شعرك حتى أخمص قدمك مفيدة ابدا مدى أجامل جدا طيبة بالمناسبة هذي تغنيك حتى عن وضع الملح لأنك نكهات هوية آسف جدا دا أحش و دا أكل مم بذور الكتان مم وريغانو طيب مصابرين دا أجامل نينجاعة ألف عافية على قلبي ألف عافية على قلبي المهم هذي الأمور إذا أقخناها إلى أسادنا مفيدة و مغذية و صحية جدا بطريقة أنت متخيلة اثنيا هذي راح تساهم في إذا أنت ضعيف تريد تسمن راح تساعد أليزيات وزنك و إذا أنت عندك سومنا تريد تضعف أنت ريق هاي الأمور راح تضعف ثقه لأن أمور صحية هذي إذا دخلت إلى جسدك الغدد راح تشتغل صح و العضاء راح تشتغل صح و الدم راح تشتغل صح و المعادلات الكيميائية و الكهربائية ما الجسد راح تشتغل صح راح تشعر بالشبع مو بالداعش راح تموت جوع لفة فلافل بداعتي و الدزون و أنتوا الموظفات كلكم على لفات فلافل و السمنون و هذي هذي راح تضطيك شبع و تخليك تحمل إلى الظهر لأنه بروتين كامل و أمور طاقة كافية إلى أسادنا تغنيك عن الملح ما تحتاج أبدا أن ننظيف ملح طيب أكو شيء آخر علينا أن ننظيفه مو بس أتناول هابي الوجبة راح تشوفون أيضا مع ضيفي اليوم خذير التغذية راح نتكلم على فوائد هابي الخضار إذا تريد الصح عندك ضغط عندك سكر عندك مشاكل قلب أو إنسان متى يدسجر بك هاي الأمور عليك بالخضروات يا ناس خمسة بألف و أربعة بألف و ثلاثة بألف و غيرها هذي الأمور مفيدة جدا ما يصدر وجبة إفطار بدون أن نتناول بها هاي الخضروات باع وسابج بنت جرجير و مع دانوس حسب الموسم يجي بربين جيب بربين يجي رشاد جيب رشاد يجب أن في وجباتنا الثلاثة الثلاثة مو بس الظهر الغدى الثلاثة واحد اثنين ثلاثة نتناول باقة من هذه الخضروات ف حتى يصير إفطار مثالي هذا البيض المسلوق مع شبن شوية جرجير شوية مع دانوس بعش في مع دانوس أنا أحبه مع دانوس وجبة مثالية أتحدى إنسان يمرض إذا تناول الأكل الصحي أكيد لأن من الله ما لازم ذني بس هاي لازم يوم الثالث اكل جبن اس اوكي يعني مرة بالسبوع ما عندي مشكلة اكل كاهي وقامر ما عندي مشكلة بس يومية يوم بالسبوع اكل زغل يوم اكل زبد وراشي على عيني ورأسي كلام جميل ويوم بياب تسوي مخلمة حطها مع سبيناخ مع بوتيتا مع بوصل مع طماطة ممكن التنوع مطلوب لكن هذا اللي سويته إذا تناولت مرتين بالسبوع طبعا أنا آسف أكيدكم عدنوس على سنون يضضحكون علي المهم اذا سويت بتاكل على الأقل مرتين او ثلاث مرات تسبوعين قاني بشكل يومي هذا اتناوله وصحي جدا وطيب وتغير الطعم بس شي لهذا تغير الطعم بس شي لهذا تغير الطعم ضيف جبنت ضيف غير نوع من الضيف الفانل سيد اللي هي الشدر او ما درش زمن فتشي شمر او فتشي ايضا نوع من الحبوب ايضا مفيدة لأي شي ضيفة راح يعتبر مفيد وصحي ومغذي لأسادنا جربوها ما خسرانين ورسلوني على صفحتي الدكتور سيب جنون يقولولي هالوصفة مالكن تاكي طيبة او لا خليكم وياه وامكملين فقراتنا لهذا اليوم واكيد هاي الفقرة كثير يحبوها اللي هي فقرة الدفاع يا يا عن النفس ايبا تعرضنا الى مشاكل لا سمح الله في الشارع خصوصا الاناث او من شخص يعني يقوى من عدنه اكثر بطولة وشجاعة مو شجاعة لا يعني اكثر قوة او هو حرامي او هو سيء او مشاكل المهم عرفتوا انا اتكلم او او احصول نحتاج نتعلم بعض الحركات والتقنيات للدفاع عن النفس اكيد ها سيدي تقول ونكتور سيف ليش هاي الجنطة نسائية يعني ما معقول انا امرهمها ويا السيت وصدرية لا اكيد لا لكن اذا تعرفت انت في السوء هو في مكان معين الى شخص ارر ان يسرق هذه الجنطة اللي انت حط بيها المكياج ولفت الخيار والخسف والجبن والمحفظة والموبايل شنو ممكن تعملي فراح نفرض انه هذه الجنطة انت مشتريتها من شانيال هل يدبت 3000 دينار ودتريدين وشالتها وخايف لتنباقي الجنطة على المواد اللي فيها رح يساعدنا طبعا اصف محمد مدرب في النون اهتالية وعنده اكثر من حزام كم حزام عندك خواي خواي عدد لهم فتنين ثلاثة يجي اصبت بالكيك بوكس ودرجة شالين بالدرجة الراهب بالكون وشالين وكيكو شانقاي وقوة رمي هيا شكس وشكس 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 ذنين ثلاثة عنده رهيبات جدا وعنده بيها حزام طيب قبل ما نكمل آصف أو ما نبدأ رحلتنا لهذا اليوم اريد اول شي نشرح لكل انسان نقاضع شم واحدة خمسة ناخذ الاساسيات اليوم شم واحدة نبدأ بهم من فوق العينين العين الأنف الأنف الأذن الأذن وممكن الشفاها تفاحة آدم تفاحة آدم تفاحة آدم موجودة فقط عنده الرجال يعني عندما تحسس رقوبتك ما عندش تفاحة آدم انت تحسس رقوبتك عندك تفاحة آدم إذا ما عندك يعني عندك مشكلة المهم اي بعد قروين منطقة الحساسة قروين المناطق الحساسة عفوا والركبة مفسر والركبة هذه مناطق ضعف يعني شفتي هيت يوتيوبور وارنالد شوارزنيجر جاي عليك حالة حال أي إنسان قددناها اللي هي العيون اللي هي العيون اللي هي الإذن اللي هي الأنف اللي هي تفاحة آدم اللي هي الركبة الضرب بها طح أو المنطقة الحساسة هذه تشل أكبر شوارب صحيح؟ صحيح كلام جميل؟ جميل ترابق منك وقلهم هيا هو أعلمنيها بمناسبة ما شو مدرني أبعي السؤال فأنا طبيب بعيد عنها طيب هس أنت أنثى لطيفة شالة جنطة هليد ورايحة تتسوقين بالسوق تشترين ثلاثة كيلو خس أربع عشر بنت وخمسة منبر أنا جاءت أوكي أول حركة شنو النصيحة اللي يجب أن تسويها؟ أول نصيحة أنه مثلاً نفرض أنه هذا الشارع أوكي منها يكون السير ومنها الرصيف أنا أحاول أبعدها عن منطقة السير حلو أو حتى لا يجرواها بالمطور أو حتى مرات سيارة وشاب يركض يأخذها ويطلع بها قبرة إذن تحطها من الجهة الأخرى واحد اثنين اثنين أكو مثلاً تختلف النوع الحقيب النسائية بس هذا الشعاعي أني قدر نقول نعم شلوهيك مثل ما نقول صح يعني إذا إن شاء الله تهي شيء أول ما يبدأ يسحب أنت لازم أقفل تسكر تقفل زين وما قفل رح تضرب ضربة بسيطة آه حلو يعني هسا أنت بس حسيتي واحد يلزم الجنطة بس لزمها قفل إيديك بعدين أنت رأساً بيرت فعل يأما الأنف يأما العين يأما العين هو يعدها ظافر وتطير لعينه أو برجلة أو برجلة منطقة الحصة آه حلو أنا أجبني شيء أنت فاتح رجلك يمكن أن معتدي دائما فاتح رجلك لأني سأخذ سمو بيش سأخذ قاعدة قوية حتى يبقى مستند صح صدره جمه راح غير متوازن صح يعني ما أقول راح يهجم عليك شيء أي أكيد لا أكيد راح يهجم شيء عليك فهو من مفتوحها راح تصير طاعة سهلة جداً الحركة بس ها راح يتدمر أبو أبو هي يستهل يعني حسن أبو أبو أوكي جيل إذن بس يتعلمي عليها رجائي رجائي من كل أبدأ يشوفني إن بينها هي مزاح لكن ساعة الساعة جرائم اغتصاب أو مشاكل تقنيات بسيطة ثق تشل الإنسان ليش أصف إذا ضربنا الإنسان هيش على الخشم ما راح يصر بي راح يصر بي كسر مضاعف يسموه زين أول ثلاثين ثانية شي يصر بي راح يصر بي أغماء راح يصر بي طعم مالح راح يثول يثول لوجي قدمها عندها حتى الآن فمكسور قبل آه حتى الآن أنت مؤذي أنت أنا ليش هالي جنتة كل شي منظري فاول أوكي فالضربة على خلال أو بعينها هسا هالأضافة مربيتها وما تغسل مواعينها تتكسر استخدميها تدخل الأضافة ربعينها مو تخافين عليه هو مؤتدي حيله زايد مو صح؟ صحي أنا فعلت ليه مارد أحد هلس نساءنا الإرائهات الجميلة طيب والمنطقة هذه الحساسة أيضا يجب يعني دربي هسا كل أخ يدرب أخته كل أب أنت مسؤول تدربها هي طالبة هي موظفة بمناسبة أنت أيضا تستخدمها يعني فالآن يسا اعتداء علي آصف آصف ما أخذ أربع أحزمة بالدول ما والبرياني أنا شمدرني بهاي السؤالي بس إذا أضربها على خشمة أو منطقة هالحساسة راح أنتصر على آصف على هالأهرب صح؟ صحي فجيتك طيب نكمل أخذنا النصيحة الأولى وطلع بها قب يأخذها وطلع بها قب أوكي أنا شمد راح أفعل أي؟ راح أفعل تغيير بالقوة نعم راح أفعل تغيير بالتجاه القوة أوكي قوة صعدة فوق راح تقعد أنت وأنا راح أتغير المسار المالتي فرح أوقع إذا ما راح أوقع راح تنعاف الجنطة وزيناها لازم كويش تدرب عليها يعني شتاعدت ودأخذها بس حسنتيش أقعد ها في مفلت بمطور راح تأذى أكثر بعد بمطور راح تأذى أكثر أقول لك التمؤذي ما تصدقني حلو فاللي أسوي أنا أمسك الجنطة طيب إذا هنا أنا أقفل أولا وأضربها على مناطق هل حس الضعف وشرحناها إذا لازمتها وجرها أنا أقعد راح تسوي تغيير بالتجاه طيب زين سؤال إذا كانت الجنطة هاي إذا كان السيار مالها هصير إذا كان السيار طويل أعرفها بشكل X ها هيشي ألبسها أو بالعكس ونفس الحال راح تقدر أحافظ عليها من يجع عليها سهلة وأضرب وما يجري أقضي يطلع به قبرة راح يسحبني نعم طيب زين هي المشكلة أعمل تكون هاي الفكرة وين طبعا هاي مو عباركم بتأليد هاي بالفنص أغلى شوية بربع من ديش أوكي المهم سؤال هسا هاي هي المشكلة يعني هي تفتر واو تنزيلات ويجي جوها ويروح لازم أنه هي واحد يتبه يكون نبه أها فالبيئة اللي هو بيها هاي شي هاي الوضع أين أمينة هاي أمينة مع أنت تلاحظ الإحزاءات اللي تصير اللي تشوفها باليوتيوب أو بأي مقطع فيديو تكون ما منتبه هاي شي لا الله لا الله أو وحدها وما نسويها يعني حتى خالتها بتجاه السير زين فإذا محتفظة بيها ومو بتجاه السير وإذا أجل قفت فما راح يقدر أياخذ لأنه يكون مستعجل طواني يريد بس يقدر يطلع بيها قبرة صح ها حلو طيب يعني نسى آخر سؤال دار دار سألك يعني موضوع كلش مهم يعني هي أول ما يجي عليها واحد يعتدي يشتغل لا أرجيوك هاي سوالة عوفيها يعني هاي مال حماية الوجه وهذه حتى يكون عند الامرأة أول رجل يعني أي واحد يريد اعتدي عليه ردون خطفو يردون فتشي رد الشون تمرنه على رد الفعل مثل ما تعرفنا تعلمين إدرنالين هو راح يدفق صح بهاي الحالات فإذا استعملنا صالحنا راح يكون ثلاث أضعف قوتنا وذا بالعكس راح يغدرنا هاي أجبك طيب ما تعرفون هاي سواء هذه الحالة لازم قبل أن أتمرن عندي ذاكي العضلية يسمى مصرز ميوري إنه متمرن عرض التكنيكي يعني أنا أتخيل دماغ إيجاني واحد يجب رابط قبار المرايبة على روحة دائمة أنا أتخيل روحة أضرب على المناطق الضعف راح تكون مبرمجة للجسم نعم تمرين أهى فأنت بمبرمج جسمك حتى لو عقلك مدى يستوعبت جسمك راح يصرف تلقائيا يعني كل إمرأة ممكن تجربها ويا زوجها تتدرب بالبيت وحجها نضربي بالهادي تتدرب ويا مثلا عمتها ويا عمتها آه عمت لا دا تدرب عمش بيه شكرا جزيلا آصف محمد مدربة منون إيتالية خليكم ويا أنا مرحبا في يوم من الأيام كان يوجد طفل صغير اسمه سمير سمير كان متعود أنه والدة قبل ما يفوت على غرفة سمير يطرق الباب حتى يدخل على سمير ومن هو صغير المهم انسوا سمير تماما في منزل آخر مختلف أكو طفلة اسمها سميرا سميرا أهلها عادي يفوتون عليها على الغرفة بدون لا يدقون الباب ولا شيء مباشرة دخلوا وين إلى الغرفة على سميرا وتعلمت سميرا أنه طبيعي أنه واحد شيء يساوي بدون ما يطرق الباب يدخل مباشرة وين إلى الغرفة هوا كلهم المهم كبر سمير وتخرج وكبرت سميرا وقبل ما يفوت سميرا حطار الزواج قرر سمير يتزوج منه سميرا وكان هذا الموضوع وتزوج سمير وسميرا وعاشوا في منزل واحد كبير وجميل وسط الأهل وسط الهدايا الكثيرة اللي جتهم المهم مر يوم وإيجا يوم وسمير كان يشتغل في منزله بشكل طبيعي سميرا متعودة أنه في بيته مباشرة تدخل إلى المكتب بدون ما تطرق الباب فسمير كان يصير به كان يتعصب جدا ويعتبر هذا عدم احترام من زوجته إلا بنفس الوقت سميرا معتبره هذا جبيدة يبالغ شو المبالغة هذه عادي أدخل سمير المسكين من هو صغير متربي أنه الإنسان يطرق الباب ويدخل عليه هذا معتبره احترام في برمجته في رياضيات هندسة جينات جسمه أما سميرا فما عندها مشكلة يعني أهلها كانوا يدخلون على البيت وعالغرفة متى شاءوا بدون ما يطرقون الباب هو ما يعتبرها ده تتجاوز عليه وهي ما اعتبرته أنه هو ده يبالغ وده يتلكك وده يتنحس عليه وما على الأسف تطلق سمير وسميرة بسبب هذا الموضوع البسيط عاسف الكلمة السخيف يا ناس يا عالم احنا كبشر مجموعة من أمور صغيرة وبرمجات صغيرة مترقبة شيء فوق شيء فوق شيء فإلى أن يتكون الإنسان النفسي الكامل لذلك علينا أن نتقبل الآخر ونفهم الآخر ليش تصرف هذا التصرف ليش هذا التصرف عد هذا يختلف عد تصرف عد هذا أو التصرف عد فلان يختلف عد فلان ليش فلان يعتبر هذا الموضوع مبالغة وهذا يعتبره شيء عادي ليه الأمور أتبسناها من الأهل أتبسناها من المدرسة أتبسناها من المجتمع الدور مدايرنا دخلت في تكويننا بدون أن ندري لذلك كيما ننجح في أي علاقة زواج أو صداء أو علاقة تعمل علينا أن نتقبل الآخر ونفهم الخلفية التي دفعته أنه يتصرف هذا التصرف ونقبل أن في المهوه وإذا ممكن نغيرها فينا نغيرها نتكلمين فأهراتنا لهذا اليوم وفأهرة مهمة جداً مع ضيف البرنامج لهذه الحالة سنتكلم عن موضوع غريب يمكن لأول مرة يطرح في الطب التقليدي بنتكلم عنه وهو هشاشة العظام وعلاقة زيادة الكاليسيوم في هشاشة العظام يعني ليس عصان الكاليسيوم المفهوم المتعارف عليه رح نحل بعض التلاصم لهذا الموضوع بس يصابون بغشاشة العظام كاليسيوم وديثري كاليسيوم وتأخذ الإمرأة خصوصاً كميات وأطنان من الكاليسيوم وجص البناء كيما تبني العظام وكل هذا ما يكون مفيد إذا ما كان متوافرة عناصر أخرى مهمة رح نعرفها مع ضيفي لهذه الحلقة وشجأ كل شخص الآن داي تابعني من هذا البرنامج دا أطول بالكلام حتى تبلغ أشخاص يعانون مشاكل بالعظام آخر قبتي آخر الحوض آخر تشتف آخر قبتي عندي مشاكل في عظامي في المفاصل للنساء ما فوقها الاربعين وخمس واربعين للرجال بشكل عام الحجي والحجية شيخنا كلهم ممكن يتابعونه أكيد عندك أب أم عم عمه خاله بي بي يعانون من مشكلة في العظام العظام من الجمجمة وحتى القدم ذلك رح يستفادون جدا من الكلام اللي رح نتكلم به اليوم مع ضيفنا خبير تغذية العالمية أيسى سلومي مرحبا السلام دكتور سعيد كيف الحال هلو سهلين مشرفنا اليوم وحسا الناس مستغربين شنو كاليسيوم شنو يزيد هذا الموضوع نبدي بموضوع من بدايته تركيبة العظم بين الكاليسيوم والمغنيسيوم شون يتكون عظم الإنسان طبعا الكل يعرف أن الكاليسيوم عنصر جدا مهم للعظام لأن يكون 39% من العظم هي من الكاليسيوم طيب لكن قليل من الناس يعرفون أن هذا الكاليسيوم ما يقدر يثبت بالعظام إذا ما ترافق بعض العناصر المثبتة لهذا الكاليسيوم خلو نبدي بالعنصر الأول العنصر الأول هو المغنيسيوم الكاليسيوم حقيقة زين خاطر يبقى فيه العظام وتتكون خلنا نقول الهندسة العظام في الداخل تحتاج إلى عنصر المغنيسيوم بالرغم أنه المغنيسيوم هو فقط نصف بالمئة الكمية ماله إنما تحتاج العظام جدا يعني بطريقة خاطر الكاليسيوم ما يقدر يثبت بالعظام يعني الكاليسيوم ما يقدر يقعد بالعظام بدون مغنيسيوم إذا مو المغنيسيوم يكون موجود يرافق طيب الأنصر الثاني اللي أيضا نريد نحكي عليه اليوم هو الفيتامين كيتو نعم فيتامين كيتو أيضا إلى دور جدا باهر في تثبيت الكاليسيوم في العظام طيب قبل الكيتو سالناس راح تساءل الكاليسيوم ينطي صلابة زين المغنيسيوم مجد يسوي بالعظام زين كل زين طبعا العظمة قلنا هي مو بس كاليسيوم نعم إذا تشوف الكاليسيوم قلت أنت جوص صح إذن أنت شايف جوص قوي هو ناعش في تراب صح فالكاليسيوم بحد ذاته هو مو عنصر قوي ولا ينطيها القوة نعم اللي ينطيها القوة للعظم هو الحقيقة الكالوجي يعني أكو بروتين زين أكو في التشكيلة هندسية في داخل العظم تنطي صلابة مو بس صلابة تنطي صلابة زائدا مرونة مرونة والحركة لازم يكون بها صلابة زائدا مرونة هذه المرونة ينطيها المغنيزوم فالمغنيزوم إذا ما موجود تشوف العظم بالعجل تنكسر يعني هذا يشبه الإمارات باليابام من يصير زلزال وتنهز متوقع هي صلبة لأنبيها كاليسيوم بس بها عام المرونة خلي نسمي المغنيزوم بالضبط هو هذا ثم إذا لاحظ أكو مواد مثلا شوفها رقيق ما عدا رقيق لكن تحمل كثير الضغط ولو هو رقيق نعم يعني المفهوم إنه إشقد ما أثخن العظم خاطر يصير قوي هذا مفهوم خاطئ كلام جميع إشقد ما يكون الهيكلية الداخلية قوية زيان انت شايف من ابنون عمارة ما بها مواد هواية بس هذا التراس يعني هذا الجسر صح هو حدايد زيان إنما لازمة هالثقل كله ما السقف كله لازمته نفس الشي بالنسبة للعظام إذا الهيكلية العظمية صحيحة بوجود هاي المواد اللي نحشي عليها المغنيجهم وفيتامين كي 2 تكون عظم مثالي هتكون الهيكلية مو متروسة لكن قوية جدا طيب يعني خبيرنا هاليوم أريد نفك الكاليسيوم المشكلة الأزالية اللي هي عندنا إنه الكاليسيوم دايقول لكم مشكلة ما دام عندك مشكلة بعظامك أخذ كاليسيوم الكاليسيوم حتى يفوت للعظم ما ندخلناه من حلقنا حتى ندخل العظم كم فيتامين نحتاجه طيب المعروف جدا إنه الفيتامين دي ثلاثة يقوم بعملية تنقل الكاليسيوم من الأمعاء إلى الدم الدي ثري الدي ثلاثة نعم اللي نحصله من الشمس طبعا نعم لكن الممعروف هو أنه ورا ما يوصل إلى الدم شون رح يوصل من الدم إلى العظم هذه واجبات فيتامين كي 2 والمغنيشو كي 2 ليش؟ المغنيشو رح يخلي الكاليسيوم دائما في حالة سائلة لأن الكاليسيوم إذا وصل للدم وما كان يدور بالدم بحالة سائلة رح يبدأ يترسب يترسب عشرين يسوي امراض القائل يترسب بالكلية يسوي حصوه بالكلية فلازم يكون أول شيء إنه إذابة الكاليسيوم لازم يكون الكاليسيوم بحالة ذائبة نعم بعدين ما يكون بالدم في حالة ذائبة لازم ينتقل من الدم إلى العظم فهذا يكون واجبات عشرين بالمئة من هاي العمل اللي قوم بها فيتامين دي ثلاثة وثمانين بالمئة قوم بها فيتامين كي 2 ففي حالة تقص فيتامين كي 2 ما رح نقدر نوصل الكاليسيوم إلى العظم ممتاز اللي داي تكلم بيه مهم جدا ركز ويايا هس راح تقولي كي 2 لأول مرة نسمع بكي 2 فعلا لأول مرة اللي موجودة ساعد الناس اللي تعرفه اسمه كي 1 ما التخثر ما الدم الكي 2 ما لعلقها بالكي 1 ركز ويايا الكي 1 اللي هو المعروف هذا ما التخثر ما الدم وما السوالف وغيره لكن الكي 2 هذا العنصر الجديد نوعا ما هذا شو ما قال خبيرنا أنه مسؤول عن دخول كاليسيوم من الدم للعظم يعني مو مفيد أنه ناخذ كاليسيوم وهواية ويظل يفتر بالدم يفتر بالدم يفتر بالدم يفتر بالدم وما يقدر يدخل للعظم يحتاج شيء اسمه كي 2 حتى يدخل للعظم طيب هس راح تسألون سؤال طيب الكي 2 ما نحصله سؤال ذكي طيب هذي خوش سؤال لحقيقة فيتامين كيتو اكتشفت بالصدفة نعم يعني كان هناك طبيب في الولايات المتحدة كان طبيب أسنان نعم فلاحظ أنه كل الأطفال اللي موجودين بالمدينة أسنانهم موشي تتكسر بالعجل نعم تفرأ بالعجل إعوجاج هيكلية العظم والفك أيضا تنعوج نعم فشاف قال ليش دقيقة هذول أهل المدينة لداء عالجهم أه عندهم هاي المشكلة وليش هذول أهل القرية سين أسنانهم مصفر نعم كل شي ما بيها وده تنمو بصورة صحيحة نعم العام المشترك أنه كل أسنانهم زينة لأن يأكلون زبد نعم فلاحظ أنه هذول يدي أكلون زبد لأنه أسنانهم كل زينة فقال دقيقة أكفت شي بالزبد اللي دي يسوي أسنانهم زينة نعم فسمى فاكتر اكس نعم ما طعافت اسم الرجل يتوفي نعم ووراها بعشرين سنة العلماء اكتشفوا زين حديثا حقيا ما صالها تسع سنين نعم طعوه اسم فيتامين كي تو ومن نفس عائلة فيتامين كي وان تفضلت عليها يخثر كي تو يخثث يعني بشهور هسا كي تو مثلا ما نطيد ناس اللي يأخذوا مخفيفات الدم لأن أيضا هو يقوم نفس العملية طيب ما تتخثر دمك فيتامين كي تو أيضا يقوم بها أيضا مفيد زين سؤال الناس راح تروح كلش متجهة على الزبد يا ناس اللي دا يتكلم بي من راحة الزبد اللي هم يصنعوا الزبد الأصفر صحيح؟ بالضبط هو اللون الأصفر هو فيتامين كي تو كي تو مو هذا الزبد هسا اللي مستورد ومعرض الحرارة عالية هذا كل شيء ما بيفارغ هذا مجرد أصلا لابقار مفروضة هرمونات مو بلاوي يعني سودة إذا نتكلم على زبد العرب الأصلي الأصفر اللي كانوا يسوهوا طيب إذا هذا الزبد اسمه متوفر لذلك العراقيين دا يعانون من نقص كي تو والعالم بشكل عام صحيح؟ موجود مكملات كي تو وموجودة فيتامين كي تو بالصيدليات ورخيص نشبيين يعني مو غالي نعم إنما تقدر حصله بالعالم النباتي أيضا وين؟ يعني مثلا سبيناق سيليك سبيناق أي شيء لونه طوخ نعم بيه فيتامين كي تو نعم المشكلة الشيء العراقيين مدى يأكلوا خضرة هواية نعم يعني يراجعونه دائما شوف أسألهم يقول لك أنا يأكلها طاسة هلقته يعني فت هلقته بيهز بمكاسة الظهور لا الصبوح ولا بالليه يأكل خضرين فطبعا راح يصير عندنا نقص فيتامين كي تو فتشوف هذول الكلهم بدي تجون نحو هشاشة الإعظام نعم إذا طلاح الدكتور إنه هشاشة الإعظام بدي تنتشر صح بالرغم من كميات الكاليسيوم والفيتامين دي ترى ثلاثة دا يطوه أيضا تزيد هاي الهشاشة وتشوف أيضا أكيد أنت بالعيادة مالكما يجوه سوفان عندي برقبتي سوفان عندي بالمفصل نعم يعني ليش هاي السوفان دي يصير لأن الكاليسيوم دا يهرب إلى الدم بدل ما يطلع من الدم ويروح إلى لأن ما موجود ذيتامين كي تو فده تصير عملية معاكسة اللي يسموها الكاليسيوم بارادوكس نعم نظريا معاكسة للكاليسيوم نعم فهي هذا السبب فتشوفوا تبدي الفقرات تشوف فتطلع من مكانها زيان هو هذه الأسباب اللي شوف بني يترسب وين يترسب مثلا على المفاصل مفاصل تبدي توجع صح يعني وين ماكو ألم أكو كاليسيوم ترسبه طيب يعني زيادة الكاليسيوم بدون أخذ المغنيسيوم وبدون أخذ الكي تو فقط كاليسيوم لوحدة احنا عدنا نقص دي ثري في أجسادنا لأن نلبس عادة خصوصا النساء ملابس طويلة طريقة تلبسهم ما يتعرضون لشمس كثير فبالتالي عدنا نقص دي ثري وكي تو ومغنيسيوم الكاليسيوم الفائض من دا يروح بهاي بالأعضاء اللي همو العظام بالأنسجة دا يسوي لنا مشاكل مثلا بالقلب دا يسوي السكتة القلبية نعم بالدماغ دا يسوي الزائمار بالمفاصل دا يسوي داء المفاصل وأوجاع المفاصل بالكلة عندك مثلا زيادة الكاليسيوم يعني هاي الزيادة تطلع بالرجل نعم أي كاليسيوم ينمو خارج العظم نعم سيسبه بمشاكل فالكاليسيوم في أي مرض مزمن راح تشوف موضوع الكاليسيوم أي فائض الكاليسيوم ويسوي حصب الكلا كذلك يأكيد المرارة أنت تشوف شقد هسد يسوي عمليات المرارة صح هاي ما يحتاجون يسوي عمليات المرارة إذا موجود مغنيسيوم راح يذوب للكاليسيوم فما راح يقدر الكاليسيوم بأي طريق أنه يتحد ويل الأوكسلات ويسوي الحصوة إذا موجود المغنيسيوم ما يخليه خليه في حالة دوران ما يقدر يتحد بعد ويل الأوكسلات فلذلك الناس يتاكل خضرة هواية ما تتعرضي للحصوة إطلاقا أشقد لازم نأكل خضرة؟ يعني حسب صدف الدم طبعا إذا صدف الدم مالك أي فلازم تأكل سبعين بالمئة من أكلك أصل نباتي نعم بينما أبو الأو يقدر يدبرها بأربعين إلى خمسين بالمئة يعني تشوف إحنا ماكو واحد بنا بالعراق سيأكل هواية خضرة قليل جدا ولذلك إذا تشوف هاي الأمراض المتعلقة بأمراض الكاليسيوم إذا علاقة بالكاليسيوم تنتشو الخضرة المعدنوس والكرفس والرشاد والبربي مثلا الصباح بدان ما أكل بيضة هيش مسلوقة أي والشاي وصمونة لا خلا سويني مخلمة مع البيض بالخضار لا أقسكس الطماطئ والكرفس والمعدنوس والبصل وسوينها إذا سبياناق يخلي بيها وياكلها بهالطريق عما أخلمت البيض بالخضار ممكن أو إذا يعجبه بيضة مسلوقة فيسلقها وياكلها في تحفنة هلقد معدنوس والكرفوس والرشاد هذي الطريقة المناسبة ليش لتخلط المغنيسيوم ويا الكاليسيوم يعني الخضر لازم بالثلاث واجبات هاي مينموم المجد حسن طمعا كي إذا تريد يعني اللي يتكلم به جميل جدا ركز ويايا إحنا المشكلة لو كان أكون أقص كاليسيوم أوكي وصحح الكاليسيوم لكن لو أعطي كاليسيوم بكثرة فائضة عن الجسم المشكلة في دخول الكاليسيوم إلى العظام يعني وموجود في الدم وده يترسب أماكن أخرى غير العظام أشبهت ياه مثل ما البحر أجبتني وضح لهم ياه ايه يعني خضروا واحد يفتهم شنو الكاليسيوم بارادوكس أو بنظريني معاكس الكاليسيوم تشبه واحد أفرض نفسك تشين السفينة ونكسرة السفينة بالبحر انت بالبحر تايتانيك نزلوك بهذا البلم ونسوه ينطوك مي زين زين ورا يومين كل خلايا جسمك تريد مي عطشنا هذا البحر دائر مدائرك دكتور سيف تقدر تشرب هذا المي لا لي أما لي مالكية تشربها تموت صح إذن هذا اسمه مي لكن هذا المي ما متوفر بايولوجيا إلى خلايا جسمك نعم راح تضل خلايا جسمك الضل الصحاني عطشانة لما تقدر تشرب هذا المي صح نفس الشيوي الكاليسيوم إذا تتاخد كل شوية الكاليسيوم كأنه زيدت من الوحة المي كل ما تزيد الكاليسيوم بعد ما تقدر تشرب هذا المي حتضل الخلايا مالك عطشانة إلى الكاليسيوم نعم إلى درجة ظل تقوله للدماغ أريد كاليسيوم فبالبداية هذا الشيء يقوم يسويه يقوم يعجبه جبن حليب لبن يقوم ينتجه نحو الألبان نعم بعدين صير مرحلة وراها أنه حتى هذا الكاليسيوم يقل دخوله إلى الخلايا يعني بالعكس تماما لأن زادة الملوحة مع المي أو الدم يعني هذا المي مع البحر تقدر تسوي له فلتر وتشربه المغنيزيوم والفيتامي ديته والكيته هو هذا الفلتر بدون هالثلاثة ما حتى تقدر تستخدم الكاليسيوم نعم ما حيطب للخلية حضلنا الخلية عطشانة إلى الكاليسيوم وتوجه الدماغ أريد كاليسيوم إلى درجة أنه بالأخير الدماغ يقول زيان تدوجتوني يابد روح أخذوا كاليسيوم من الأعظام هالمرة كل زيادة من الكاليسيوم حزيد هاي الملوحة اللي نحشى عليها وراح يزيد الطلب على الكاليسيوم فيقوم الدماغ يوجه الهرمونات الهرمونات أنه تسلب الكاليسيوم من الأعظام من الأعظام فيش يصير؟ تزيد هشاشة الأعظام طبعا يعني بدال ما أريد نحليها عميناها فعلا يعني هاي النظرية مال أنه واحد عنده مشكلة بأعظامه فش يقولوا لا يا أطفال يا حلوين اشربوا الحاليب هاي انتهت هاي الأغنية من زمن أوكي الحاليب بكاليسيوم لكن نحتاج إلى الكيتو حتى يدخل الكاليسيوم بالأعظام ونحتاج إلى المغنيسيوم طيب كثير حجينا على الكيتو واللهابي المغنيسيوم والكاليسيوم والقلب حتى يشتغلون يعني إحنا الكاليسيوم قلنا مثلا يحتاج تنظيم عمليات الخلايا تحتاجه شو ما قال القارب اللي هو نحتاجه إحنا كاليسيوم نحتاجه المي بس الكاليسيوم ما يمالح ماذا نقدر إحنا نشربه نحتاج كيتو اللي هو الفلتر يشرب نياه القلب بين الكاليسيوم نعم بالنسبة للقلب شو كل العمليات بالجسم هي حالة توازن بين عنصرين حتى ناخذ مثال القلب نعم القلب دائما يعني حركة القبط بالقلب هي الكاليسيوم نعم وحركة التارخاء القلب حضلة القلب هي المغنيسيوم فدائما قلبك يدق بالكاليسيوم ويتنفتح بالمغنيسيوم كذلك شرايينك شرايينك أتيت تنشد بالكاليسيوم يتفتح بالمغنيسيوم ضب حده فإذا انشدت الشرايينades لديك ضغط عالي لذلك أهل الضغط كل ما هناك ياخذون ما زية المغنيسيوم يروح الضغط معه أيضاً بالنسبة للقيل إذا فاض الكاليسيوم رح تتكلس الخلايا من تتكلس الخلايا ما حتقدر تكون مرنة فتشوف يصير عنده سكتة قلبية فإذن أمراض السكتة القلبية أمراض الضغط أمراض التكلس مثل الحصوة وغيرها كل هي ناتجة عن فاض الكاليسيوم وليس نقص بالكاليسيوم وكل ما أنطيه كاليسيوم أكثر راح أورط هذا الرجل معك زين سؤال لو هسا مريض تشوفني تقولهم زين أنا سويت تحليل كاليسيوم وطلع قليل عندي فده أخف كاليسيوم صح هل هذا كافر وتأخف شوية هاي اللي تشوفه طبعاً إذا تشوفه على الدم بالدم الموجود يعني نسبة المشكلة شنو؟ من تشوف الكاليسيوم قليل بالدم هذه علامة واضحة أنه بدي ترسب بالأنسجة ومده يكون حاضر بالدم شوف بالضبط بالعكس فكل ما يقول الكاليسيوم بالدم هذه علامة أنه ما تنضي كاليسيوم لأن عنده هل قد كاليسيوم بدي ترسب بحد مده يلحق يصير بمقادم كافية بالدم فنقص الكاليسيوم بالدم هو علامة على فائض الكاليسيوم وليس نقص الكاليسيوم ما عدا إذا طبعاً صار عنده مشكلة بالبراثيرويد هاي مسألة أخرى حتماً لأن تنظيم الكاليسيوم مسؤول عنه البراثيرويد هذه لين مسألة؟ يعني بالعمليات تشوفه رمز ينون الدرقية مثلاً يشينون البراثيرويد أيضاً ينطل كاليسيوم لهذا فعلاً ما عنده الكاليسيوم ينظم الكاليسيوم فبهالحالة لا هاي غير شكيل لكن هل نحش تسعيم المئن من الحالات هناك الكاليسيوم القليل بالدم هو علامة على فائض الكاليسيوم وليس على قلة الكاليسيوم نعم طيب يعني هسا كوناس دي يشوفونا خافه غالوا أنا دي أخف كاليسيوم خاف يصير بيه حصى أو يصير بيه مشاكل زين هسا أنا أخف كيتو لو أخف مغنيسيوم لو أخف دي ثري ثلاثتهم واحد متعلق بسر بديع ثلاثتهم نعم يعني المغنيسيوم عنده وظائف والفيتامين كيتو عنده وظائف وفيتامين دي ثلاثة عنده وظائف لاحظونه فيتامين دي ثلاثة ما يقدر يستخدم الجسم يعني بوش بلاش إذا ما عندك مغنيسيوم في حالة نقص المغنيسيوم رح يأثر على فيتامين دي ثلاثة وإذا دي ثلاثة تأثر رح يتأثر الكاليسيوم كذلك نبدي بالكيتو دي ثلاثة ننفض اشتغل ويلمغنيجوم وصل للدم مدى يقدر فذولة ثلاثة هم لازم يكونون موجودين خاطر نقدر نبدي العظام بصورة صحيحة طيب إذا هسا يعني أحد يشوفنا وقال أنه دي أطنق بالكلام ودي حس شوية صعب لكلام علمي قال هسا أنا زين شاكل حتى عوض ذولة الثلاثة أبطل أشرب حليب لو شدخل بأكلي طبعاً إذا ليت فيتامين كيتو فعنده الزبد والخضرة زين فهذا حلنا زبد العرب الأصفر موها بل بيض المصنع زين هاي أكو الزبد مملح ومن زوء الدين المفق المسألة هذه على لونة ندور على لونة أصفر بس إحنا شو بنضرب عدة عصافير بحجار واحد مثلاً إذا أكلنا خضرة هتحصل فيتامين كيتو وتحصل مغنيسيوم إذا أكلت سمك إذا تعرضت للشمس فيتامين دي ثلاثة مالك ببلاشت زين إذن حيات الطبيعية إنه تتعرض للشمس تتعرض الخضرين بعد ما تحتاج أي مشكلة طيب سؤال يعني خبيرنا دي ثري يعني هو دي ثري يدخل في أكثر من ميتين عملية بالجسم مع عدل عظام يعني غدد وكشي كشي يتحل الشعر وغيرها سونا دراسة أنا وأحد المختبرات وحضرتك أنه تقريباً ستمائة امرأة عراقية اكتشفنا أنه 90% عندهم نقص فيتامين دي ثري ليش هذه الكارثة؟ الكارثة هي أنه أولاً معظم النساء هاليوم دي يقضون وقت داخل المنسي نعم زين قبل النساء أنا كانوا يلبسوني عباية ما لهم يطلعون بالسوق والأسواق كلها كانت مكشوفة ما كانت عندنا مولات صحيح هسا تدخل بالمول وين تشوف الشمس ما هي تلوحها الشمس الطريقة الوحيدة إنه تولد فيتامين دي ثلاثة بجسمك إنه تتعرض للشمس للشمس سيئة إذا مدى تتعرض للشمس فماكو فيتامين دي ثلاثة إذا الإمرأة العراقية دائماً بالمولاد ودائماً بالبيت ولا تنسى أكثر مساء الكمبيوترات قاعدين فما دي يتعرضون للشمس هذا سبب كلش كبير بالنسبة للنساء أيضاً إذا أي عملية انفكشن بالجسم أي التهاب بالجسم راح يستهلك كميات هائلة من فيتامين دي ثلاثة لأن جهاز المناعة خاطر يشخص العدو من الصديق يستخدم فيتامين دي ثلاثة لاحظوا أنه معظم الأمراض فلساً تصير أمراض المناعية يعني جهاز المناعة مدى يتصرف بصورة صحيحة تهاجم الجسجة للجسم بدل ما يحميها والسبب هو أنه فيتامين دي ثلاثة في هذه الحالة فأحسن طريقة أنه نتعرض للشمس لأكثر ما يكون المسألة أنه ملابس لدى تتدخل هذه الأيام فإذا أكو إمكاني مثلاً المرأة تطلع بالسطح الشر الهدوم مثلاً هذا يخش وقت طيب إذا يقولون لازم مستور المكان مستور ممكن بالبيت تسويها بس يعني الجام ما رح تفيد نعم طبعاً تقدر مثلاً عندها شباك شباك بس يكون الشباك ما بيجام يعني يكون مثلاً بهذا السيم السيم فتفتح الشباك نعم وتعرض ظهرها إلى الشمس أفضل لوقاء بالشدة تسعة للدعش وبالصيف من سبعة لتسعة الجلد راح تولد فيتامين دي 3 بصورة كافية يعني في نص صعب اليوم تقدر تسلت تفتح التلفزيون وتقعد على الشباك في الشباك بس تور طبعاً نعم هالطريقة هذي تكون طريقة بس الجامة تفيد ليش الجامة تفيد لأن الشعة اللي تولد فيتامين دي 3 هي UVB زيان إذا ما تقدر تخترق الجام ما كفايدة يعني الناس أقولهم بتتعرضون شبس إيه دكتور أنا إذا أطلع بالباس وأروح للشباك الباس بيه جام جام والجام ما هيخليه وبيه ملابس واحد طالع أبس سيدة وشوية من وجهها صح هذه أيضاً طبعاً في المسألة الشميرة هاي ما أعرف شو أن تنحل بصراحة أي لكن المسألة المسألة الجام لازم أيضاً إن واحد يأخضر من نظر الاعتماع نعم إنه ما يكون أكو عائق زجاجي بينه وبين الشمس زيان شمعنا الظهر الظهر هي مساحة أكبر من غير مكان تقدر تستفيد من المساحة السطحية ما الظهر ما للشخص ممتاز يعني معلومات يعني أيمة ومهمة جداً طيب آخر شيء نريد نختم به أنت قلت لي بالبداية يقلت لي أكو كولاجين مو بس كالسيوم إحنا الناس تفهم العظم طب شور كالسيوم أكو شيء اسم الكولاجين فالناس هسا صار صيحة كابسول الكولاجين للبشرة كابسول الكولاجين تطويل الرموش تطويل الكولاجين تصغير الأنف صار الكولاجين مودة وهو مو مفيد هذا الموجود صح؟ في الوقت أن الكولاجين هو مفيد جداً لجسم 78% من بروتينات الجسم هي كولاجين إنما هذا الموجود بالصيدليات وموجود دين باع بصورة تجارية حقيقة هذا ما حيستفاد من الجسم كثيراً والسبب أنه هو هذا الكولاجين متكون من ثلاث بروتينات هاي البروتينات من تدخل بالمعدة رح يستلمها حامض المعدة ورح يفصخها فإذا عندك قابلية بجسمك عندك معادن وفيتاميات كافية وتعيد تركيبها مرة ثانية تتوصل للجلد تتوصل للرمود تتوصل شعرك والأعظامك هذه حتمين مفيدة زيان؟ احنا كل اتنى ساعدنا مخاربطة ثم هذا الموجود أنواع من الكولاجين يعني الكولاجين الكامل هو وان تو تري فور اللي هو موجود في؟ اي موجود في سوب العظام في شربة العظام دكتور احنا عندنا أسهل طريقة زيان وأسهل يعني أرخص طريقة اي أنه نسوينا سوب العظام بالخضار اذا المرأة تريد بشرة ممتازة اذا تريد تحافظ على رشاقتها اذا تريد تحافظ على جمالها وعظامها وإذا تريد تضعف ومسر عندها تجاعيد اي فلازم تنتجه نحو سوب العظام بالخضار أرخص وأهم طريقة لبناء الأنسي جمال الجسر أعظام بدون لحم أعظام واحدها أعظام هي تخليها بالجدر اي زيان إذا عندك جدر وما ضغط تخليها في أول شيء تخلي بصل وورق الغار شوي تفور تشيل الزفرة مالها اي بعدين تخليها بالجدر الضغط وتغلق عليها فالساعتين زيان تتفلش شوكوا كولاجين من الأعظام يسقط بالهادي هذا الشي جلي اي صح اليوم يتشيوا في الضبو اي ما شو سو هذه ورها تقدر تخلي خضرة في 20 دقيقة أي أنواع من الخضرة التي تريدها لونه أخضر يكون حسن ويصير عندك أهم أنصر غذائي للجسر أنا جاءت راح أقوم أسوي لي شكرا جزيلا خبير التغذية العالم يعيسى سلومي معلومات رائعة وقيمة وجديدة اللي دعنا نتقدم اليوم يسموه functional medicine أو الطب البديل أو الطب الوظائفي اللي هو مو الكلاسيكي والمواد الكيميائية لكن طب اللي نروح على أساس المشكلة ونحل هذا الموضوع والنقصة اللي عندنا بالإنزيمات والغدد والهرمونات وغيرها أتمنى أنه نهتم بأسادنا وبصحتنا الموضوع شوية ممكن يكون صعب وعلمي لذلك أي سؤال عندك ممكن ترسلني وراح أجاوبك على صفحتي الشخصية الدكتور سيف جنام في الفيسبوك أحببا راح نوصل لمليون مشترك وأحبكم هواية